كشف رئيس مجلس محافظة ديالة علي الديني عن موافقة مفوضية الانتخابات على فتح مراكز انتخابية في المحافظة لتأمين مشاركة 60 ألف من نازحي الداخل هناك موافقة مبداية نعم على فتح أربع مراكز لإقتراع الناخبين في المحافظة منها اثنين في خانقين والأخرى في مدينة بعقوبة عدنا حسب إحصائياتنا الموجودة وحسب إحصائية دارة لجراء المهاجرين عدنا أكثر من 50 ألف عائلة متواجدة في هذه المنطقتين اللي هي قضاء خانقين وقضاء بعقوبة اليوم أعتقدها ستسمح لهؤلاء النازحين أو من سيدلوا بصوته بالانتخابات القادمة بالتصويت بكل سهولة وعدم حرمانهم من حقهم في التصويت